نسمع اختبار عملي حابين نشوف إله الرجاء كيف تعامل مع هذا الشخص اللي كان تعبان ومستنزف تفضل حضرتك نحن ناخد الفرصة بقى من غير فاصل بدون فاصل رح ناخدها ورا من انتهي طيب علشان خطرة كملة بعيرك بس طيب شكرا تفضل يعني ما في فاصل طيب شكرا بعد ما زواجنا انا وزوجتي من حوالي اكتر من حوالي اتنين وثلاثين سنة كانت ليها اخت اصغر منها بكم سنة وكانت اخت حلوة اسمها مريم كانت عروسة شابة لما اتجوزنا كانت هي مخطوبة وكانت سنها 26 سنة وكان خطيبها الشاب المحب اسمه كمال فرحان بيها ودخلوا حياتهم الزوجية كلهم امل وسعادة بالمستقبل بعد اقل من سنتين الرب رزقهم بطفلة حلوة سموها كارو الرب العروسين شكروا الله وهم بيحملوا العطية الغالية دهية وبيتطلعوا بالامل للمستقبل ابتدت الحياة تاخد وضعها الروتيني معاهم كانت هي شخصية حلوة طيبة جميلة شخصيتها لطيفة حلوة دمثة دمثة الاخلاق كده بعد شهور قليلة ابتدأت دقات غريبة تدق على ابواب حياتهم ما كانوش يتوقعوها هذه الدقات للعائلة البسيطة دهية مريم سمعت هذه الدقات خافتة متقطعة في الأول أنكرتها في بادي الأمر لكن ازداد اللحاح بتاع هذه الدقات عليها متمثلة في صوابع إيديها بدت كما لو كان فيها شيء من الإعوجاج الآخذ في الإزدياد فالزوجين راحوا للأطباء لعل عندهم ما يطمئن لكن الأطباء تحيروا في هذا السبب بعد مختلف التشخيصات وإحدى العمليات ما كانش هناك تحسن في الحالة بل ازدادت للحد اللي عنده انكمشت القدرة عند مريم على أنها تستخدم كفين اليدين إلى حد كبير أخيرا زار مصر دكتور أخصائي جراح من الخارج متخصص فحص الحالة وأصدر حكمه بأن السائل اللي هو داخل النخاع الشوكي فيه سائل داخل النخاع الشوكي بيفرز باستمرار من الجسم وفي نفس الوقت بيصرف باستمرار علشان السائل الأديم يستبدل بالجديد باستمرار هذا السائل حيوي جدا لسلامة الأعصاب الداخلية لكن هذا السائل لكن السائل ده وحدث له إعاقة لتصريفه فبيتجمع وبيزداد ضغطه على الأعصاب زي ما في العين المية الزرق الجولوكومة لما بتضغط على أعصاب الشبكية وبتدمرها هذا السائل جوه جوه العمود الفقري لما بيضغط على الأعصاب الداخلية في العمود الفقري فهذه الأعصاب بالتالي تتقلص وتموت في التدريج بالتدريج ولما داب ينعكس على عمل اليدين وفي ما تموت هذه الأعصاب تدريجيا ما تستبدلش هذه النيرفز ما تستبدلش مش زي ما الجلد مثلا يتجرح ويتعمل الجلد تاني فبالتالي الفنكشن الاستعمال اليد اللي راح ما يرجح تاني فهو قال لو استمر الأمر كده مش اليدين بس اللي هي هتتأثر الرجلين تاني ولابد من عمل عملية لتصريف هذا السائل باستمر باستمرار بواسطة أمبوبة تتصل ما بين العمود الفقري وما بين المعدة هو عمل العملية تهيي ليها لكن استمرت الحالة في التدهور ببطء لحد ما فقدت مريم القدرة على استعمال اليدين بعدها بالسنوات فقدت القدرة على الماشي تدريجيا لحد ما بيقت ما تقدرش تستعمل إيديها وما قدر إيش تمشي وأصبحت العروسة الجميلة الممتلئة بالحياة أصبحت سجينة الجسد أنا شفتها في مصر لما رحنا مصر سنة 2016 شفت العروسة الحلوة دهية بهذه الحالة لكن كمان شفت فيها جمال انزوى الجمال الجسدي شفت جمال من نوع آخر كان زينها متقط حتى النهاية وكان روحها ازدادت خربا من الفادي عجيبة ورجاء فيه وحب حب للمسيح وشكر على كل الأحوال ما شفتكيش يا مريم في مرة اشتكيتي وقلتي ليه ربنا عمل فيا كده ما شفتكيش اشتكيتي وقلتي فين الناس ما شفتكيش ما شفتكيش ما شفتكيش فين الناس يزوروني مع تابتش كان فيه شموخ روحي في قوة لانه هو بيدي مع التجربة بيدي القوة الروحية وما بيدناش فوق ما نستطيع ان احتمل فكان كانت كانت متعلقة بالمسيح وبغفرانه وبمحبته وفي وجوده وفي حياتها كانت تفتح الترنيم وكانت تحب ترنيمة في ليها عزاء خاصة عندها اللي هي جايلك بزنوب ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المسلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني انا اراجع عليك اشفيني من كل ضعف فيا اشفيني من الشهوة والخطية اشفيني محتاج لك يا فديا اشفيني 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 نشكر الرب انه هو طبعا شفاها وهي دلوقتي معاه في المجد بترنم لشخصه ومسح كل دمعة من عيونها لكن التجربة القصية دهية مع التجربة عطاها المنفذ المنفذ كان زوجها كمال اللي كان محب ومخلص ونبيل وقف معاها اكتاز التجربة وهو نفسه كان مسل الحقيقة في دهية لاني ما انا مسمحته اش اتزمر على ربنا ابدا بالعكس الابتسامة والخدمة للاخرين والمحبة والبازل والوقوف جنبها اكتر من ربع قرنة خلال الحالة وهي بتزيد لحد السنوات الاخيرة لما زادت بهذه الطريقة كان بيشكر الرب وعنده صدر متسع وعنده تفاني ويهتم بتربية بنته وهي فرحانة ان بنتها كمان كارل بتعرف الرب من طفولتها نشكر ربنا لان كان فيه كنيسة جنب ايهم وكان فيه اجتماع والرب رتب الناس الحلوة اللي ممكن تفوت على كارل وتاخدها الاجتماع اللي جنب ايهم اجتماع بسيط علشان اشجح كل واحد عنده فرصة ان يختم ربنا بحاجة بسيطة اجتماع بسيط كارل عرفت فيه المسيح وهي صغيرة وايه بلت الرب يسوع المسيح ولان امها ما بتقولش ليه ربنا عمل كده وايه ده وانا عملت كيه وهل ربنا ظالم ولا مش ظالم البنت ما تعقدتش من ربنا البنت عارفة ان يسوع بيحب وعارفة ان يسوع اللي بيجيب ويسوع حلو واحنا ما نفهمش القصد من دلوقتي لكن القصد بعدين هنفهمه اشتركوا في القناة